أيها الشعب العراقي العزيز لا يبدو أن الوعود التي أطلقها قبل أيام رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح بأنه سيرعى حواراً وطنياً بين أهالي كاركوك لحل مشاكلهم قد لاقت تفاعلاً داخل المدينة أو بين بغداد وأربيل الحزب الديمقراطي الكردستاني وضع شروطاً وصفت بالصعب قبل أي حوار مع بغداد بشأن ملف مدينة كاركوك وذلك للوصول إلى تسوية مرضية لطرفين حول إدارة المدينة القيادي في الديمقراطي شاخوان عبدالله من جهته كشف عن أبرز شروط رئيس الحزب مسعود بارزاني لإجراء مباحثة مع القوى السياسية الأخرى وهي أن تخرج القوة العسكرية من كاركوك وأن يتم تشكيل إدارة مشتركة لتلك المناطق وبحسب ما أدلى به عبدالله لوسائل إعلام فأن هذا الشرط يشكل نقطة رئيسية في أحدث مشروعاً للديمقراطي لتطبيع أوضاع كاركوك مبيناً أن الحزب بدأ اجتماعات ولقاءات على مستوى عال ويحاول الاتفاق مع القوى السنية والحكومة العراقية الجديدة وأوضح القيادي أن المشروع تم تدوله مع قوى سياسية في بغداد وأن البرزاني سيبحث وضع كاركوك مع رئيس الحكومة عدل عبد المهدي والأطراف التي تصنع القرار في العراق بهدف إنهاء حالة العسكرة في كاركوك هذا بينما لا تزال بكونات المدينة من العربي والتركمان ترفض فكرة التنازلات عن المحافظة النفطية في وقت تعتبر بغداد سلطتها على كاركوك مطلقة وغير قابلة للتفاوض